رئيس الروسي فلاديمير بوتين أشعل الموقف على الأرض الأوكرانية وبدأ باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في واحدة من أسخن جبهاتي على الإطلاق في الداخل الأوكرانيين نتحدث عن شرق أوكرانيا في إقليم دونباس في دانيتك تحديدا والمنطقة التي تعرضت إلى ضربة بقنابل بالأسلحة المحرمة هي مدينة باخموت التي يجري فيها قتال خطير للغاية جاءت مواقع وصفحات مهمة ومشهورة روسية على سبيل المثال مثل الصفحة رايبار التي ترونها وهي تحدثت عن استخدام لهذه السلاح وهذه القنابل ليلة يوم أمس في باخموت وكذلك صفحات أوكرانية قد أكدت فعلا أن هذه القنابل قد استخدمت في باخموت لأسباب مهمة للغاية والمقطع المصور جاء طبعا مقطعين وهي تصور هذه القنابل الحارقة وهي تسقط بهذا الشكل وتحرق كل نقطة موجودة في باخموت وهذه تعتبر من الأسلحة طبعا المحرمة دوليا بحسب اتفاقية جينيف لعام 1980 نتحدث عن قنابل الفسفور الحارقة تحديدا هي التي استخدمت هنا وهذه عادة هي تأتي كقنبلة واحدة بهذا الشكل وتأتي في داخلها عدد من القنابل الصغيرة وعندما تنطلق من الطائرة ومن المروحية تنفلق بهذا الشكل تظهر هذه القنابل الصغيرة التي تحتوي كل قنبلة منها على مادة الفسفور بمجرد ما تلامس الهواء والأكسجين تحترق وتستمر بالاحتراع كمادة كيميائية خطيرة وطبعا لن تتمكن أنت من اطفائها بالمياه لأن درجة الحرارة التي تحترق بها تصل إلى أكثر من 1300 درجة مئوية بالتالي نتحدث عن مادة حارقة ممكن أن تتسبب بمشاكل صحية خطيرة بل بأضرار تؤدي إلى الموت مباشرة وهذه طبعا الأضرار التي ممكن أن تتسبب بها للشخص الذي تصيبه مباشرة تصيب جروح طبعا وتصيبه بالجروح في الرئتين وكذلك في القلب وأيضا في إصابات خطيرة في الكريتين وأيضا في نفس الوقت بأن هذه المادة الحارقة هي تخترق الجلد وتخترق العضلات وتصل إلى العظم من شدة حرارتها وخطورتها بالإضافة إلى ذلك أنها تتسبب في حروق في جسم الإنسان من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وستكون أنت بحاجة إلى عملية لزرع جلد في العادة أنت مكنت من النجاة مما ممكن أن يأتيك من هذه القنبلة بالتالي هي قنبلة ليست بالعادية أبدا واستخدمت قنابل وليست قنبلة واحدة ليلة يوم أمس وطبعا قد البعض يتساءل لماذا استخدم بوتين هذه القنابل طبعا الأمر مرتبط بتطور خطير للغاية جرى في اليومين الماضيين تجاه قوات فاغنر في باخموت تحديدا وإذا ما حاولنا هنا أن نقترب من هذه المنطقة التي هي عبارة عن سكة حديدية تمكنت قوات فاغنر من التقدم بهذا الاتجاه الذي ترونه تعدت السكة الحديدية من اتجاه منطقة المصعد كما يطلقون عليها ووصلت إلى المحطة الرئيسية ولكن المشكلة الأساسية لاحظ هنا في الثاني عشر من أبريل بعد ذلك مباشرة في الثالث عشر من أبريل بهذه الطريقة تمكنت القوات الأوكرانية من مفاجأة قوات فاغنر ودفعتها بهجوم خطير ودفعتها خلف هذه المنطقة لاحظ في الحادي عشر كانت بهذا الشكل تقدمت قوات فاغنر بهذا الشكل في الثاني عشر في الثالث عشر القوات الأوكرانية قامت بهجوم مفاجأ وغيرت المعادلة تماما وإذا ما ذهبنا إلى صورة أوضح من القمر الصناعي لكي نفهم ما الذي جرى بالفعل هذه مدينة باخموت لنقترب من عمق هذه المدينة لنفهم لماذا جاءت الأمور بهذا الشكل وهو يوضح أن الأمور ليست سهلة في هذه المعركة كما تحدثنا طبعا بالنسبة للقوات فاغنر تمكنت من الوصول إلى هذه السكة الحديدية لنختر هذه النقطة هنا بالنسبة للون الأحمر يوضح أن قوات فاغنر قد تقدمت إلى منطقة المصعد وبدأت بعملية اشتباكات مع القوات الأوكرانية التي كانت تتخذ من هذه النقطة التي ترونها ألا وهو طبعا السكة الحديدية كخط دفاعي لها اخترقته قوات فاغنر فعلا وتمكنت من الوصول إلى هذه السكة الحديدية وبعد ذلك وصلت إلى المحطة الرئيسية بهذا الاتجاه وبدأت ودخلت في عملية اشتباكات هنا مع القوات الأوكرانية القوات الأوكرانية لعبت على المسألة على مرحلتين بحسب محدد دراسات الحرب وعدد من المصادر الأوكرانية التي تحدثت بشكل واضح أن الأوكرانيين تمكنوا أولا من دفع قوات فاغنر إلى الخلف وتمكنوا من السيطرة على هذه المنطقة إلى وهو المتنزه العلوي وأصبحوا قريبين من هذا الملعب الذي ترونه وهو ملعب ميتالورغ طبعا وبعد ذلك مباشرة جاءت القوات الأوكرانية لكي تشاغل القوات الموجودة وقوات فاغنر في منطقة المصعد وطبعا شعرت قوات فاغنر بالخطر وبدأت بشكل مباشر بتوجيه ضربات على المنطقة التي بدأت تحاول القوات الأوكرانية بالتقدم إليها ووجه الضربات هنا على المتنزه وعلى هذه المنطقة الموجودة في المحطة بضربات مدفعية ولكن القوات الأوكرانية لم تتمكن فقط من الحفاظ على مواقعها التي تقدمت إليها بل إنها أيضا عادت لتسيطر على منطقة المصعد هنا وبالتالي عادت لتشكل خطا ناجحا هنا دفاعيا على السكة الحديدية الموجودة طبعا والتي تعتبر نقطة دفاعية مهمة لغربي باخموت وتعتبر في وسط باخموت في هذه المنطقة المهمة وهنا اشتعل غضب قوات فاغنر على ما يبدو وهنا استخدموا طبعا الأسلحة التي نتحدث عنها المحرمة دوليا وهي طبعا القنابل وقنابل الفسفور الحارقة استخدمت في هذه المنطقة مباشرة والاستخدام المكثف بحسب هذه التقارير استخدمت على المنطقة التي تم التقدم إليها وهي التي تعتبر المحطة الرئيسية وكذلك المتنزهة العلوي هي التي ضربت بهذه القنابل بل يبدو أن القوات الأوكرانية اندفعت بشكل أكبر مما هو معلن عنه وتمكنت من الوصول إلى نقاط متقدمة هنا هذا الأمر هو جاء بمقطع مصور لم يتم التأكيد ما إذا كان هو الروس هم الذين يضربون الأوكران أو الأوكران هم الذين يضربون الروس دعونا نبقي نظرة على هذا المقطع في الشاشة الكبيرة وهو أيضا نشر ليلة يوم أمس عن طبيعة ما جرى فعلا من ضربات كبيرة لاحظ الآن هذا المقطع الذي يوضح لك كيف أن هذه النقطة قد ضربت بشكل كبير وهي تأتي في نفس المحور الذي تقدمت فيه القوات الأوكرانية ويبدو بأنهم تحصنوا في هذه المباني وبعد ذلك تعرضوا لهذه الضربات العنيفة طبعا دعونا الآن نعود مرة ثانية لكي نلقي نظرة على هذه المنطقة نحدد موقعها ونحاول أن نعرف فعلا هل أنها في باخموت أولا في نفس المحور الذي تحدثنا عنه الذي تقدموا به أم لا وطبعا هنا إذا ما ألقينا نظرة على هذه الشاشة التي ترونها من المقطع المصور طبعا ستلاحظ بأننا أمام مبنى كبير هنا مبنى ثاني وهناك طبعا مسافة بين المبنيين وأيضا نحن أمام هذا المبنى المميز الذي سيسهل علينا معرفة أين هذا الموقع وإيضا ستلاحظ أنت أمام مبنى بهذا الشكل مبنى آخر مبنى خلفي ونحن أمام شارع ومبنى مميز نوعا ما عبر هذا الشارع وطبعا هنا نلاحظ بأن هناك مبنى محترقا أي بما معنى أن هناك مبنى في وسط هذين المبنيين هو متواجد بهذا الاتجاه طبعا وعلى هذا الأساس إذا ما ذهبنا وأخذنا بعين الاعتبار مرة أخرى أن القوات الأوكرانية نوع التقدم الذي عرف عنها في هذه المعركة الآن هو كان من المحطة الرئيسية إلى المتنزه العلوي وبالتالي هذا يوضح بأننا نوعا ما قد نكون أما تقدم بهذا الاتجاه إذا ما ذهبنا إلى هذه المنطقة في العمق تحديدا وحاولنا معرفة هذا الموقع فأنك ستشاهد بأن النقطة وما يتطابق معها هي هذه المباني بحسب الرسمة التي وضحناها لكم طبعا باللون الأزرق هنا ستلاحظ هنا مبنى وهذا مبنى ثاني ونحن أمام مسافة أخرى وهذا هو نفس المبنى المميز الذي تحدثنا عنه هذا مبنى وهذا مبنى ثاني ويبدو أن المبنى المحترق في الوسط كان هو هذا المبنى طبعا والمبنى الخلفي هنا وهذا الشارع وهنا المبنى المميز الذي ترونه كل شيء متطابق يعني بأننا فعلا أمام هذه النقطة التي ضربت ويبدو كما تحدثنا بين القوات الأوكرانية تمكنت من الوصول والتسلل إلى هذه المنطقة والتحصن وأخذها كنقطة دفاعية مهمة وقوات فاغنر غاضبة كانت تقصف وتقصف وتقصف ويبدو بأنها ضربت بالمدفعية وإن كانوا الأوكرانيين هم من ضربوها طبعا فهذا قد يكون أسوأ موقف أيضا على قوات فاغنر من الموقف الذين تحدث عنه لماذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة لماذا فاغنر فجأة تراجعوا وبدأوا يستخدمونها مثل هذا النوع من الأسلحة هي ببساطة بسبب طبيعة هذه المنطقة منطقة باخموت فإجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة للغاية بأن مدينة باخموت وطبيعتها لا تعتبر مستوية بالكامل فأن الهجوم على غرب باخموت ليس كالهجوم على شرق باخموت لا أبدا الأمور ليست متشابهة فالمنطقتين مختلفتين هذه المنطقة تعتبر سهلة على المستوى الدفاعي مقارنة بالوسط وبشرق باخموت ولكن أيضا في نفس الوقت هي تعتبر صعبة على المهاجمين بقصد هنا قوات فاغنر أو القوات الروسية إذا ما حاولت التقدم إليها وهناك عدد من العوامل التي قد تفسر لماذا هي صعبة طبعا إذا ما اتجهنا على سبيل المثال لنق نظرة على الخط الدفاعي لهذه السكة الحديدية ستلاحظ بأنها مرتفعة مقارنة بوسط باخموت هنا منطقة مرتفعة أنت تكون مسيطرا طبعا بالإضافة إلى أن هذه المباني إلى الغرب كثيرة وكبيرة ومرتفعة مع منطقة مرتفعة لديك رؤية جيدة في هذه المنطقة بالإضافة إلى ذلك بأن ما يتمتع به الأوكرانيين هنا من تضاريس مهمة للغاية فأن هناك تل بهذا الاتجاه مرتفع وهنا منطقة مرتفعة أخرى وهي تمكن الأوكرانيين مرة أخرى على عملية الرؤية بشكل مميز وكذلك توجيه ضربات مدفعية وبالهاوان وغيرها على قوات فاقنر وبالتالي لديهم سيطرة جغرافية استراتيجية مع المباني مع الخط المرتفع على ما ممكن أن يأتي على قوات فاقنر طبعا وإذا ما أخذنا هذه المنطقة المرتفعة التي أشرت إليها هنا في خرموف على سبيل المثال ونعتبر أنفسنا وكأننا جزء من القوات الروسية أو قوات فاقنر ونحاول كأننا نتجه إلى هذه المنطقة سترى بأنها مرتفعة للغاية للأوكرانيين سيطرة عالية وإيضا تجعل نفسك كجزءا من القوات الأوكرانية فأنت ستجد من هذا المرتفع بأنك ترى كل شيء يأتي في هذه المدينة المهمة للغاية وبالتالي وعلى هذا الأساس هذا يوضح أن المعركة المستمرة في بخمت لن تكون سهلة أبدا على العديد من المستويات وهذا يفسر لماذا وصلنا إلى هذه النقطة وهذا قد يفسر أيضا بأننا قد نكون أمام استخدامات مستمرة لقنابل الفسفور الحارقة التي استخدمت من قبل الروس في مدينة بخمت التي تحدثنا عنها هنا وذلك لأن هذه القنابل عندما استخدمت على سبيل المثال في سوريا في إحدى السنوات وفي عدد من المناطق فعادة هناك تبريرات لاستخدامها يناورون فيها ويقولون بأنها ليست من ضمن الأسلحة المحظورة دوليا رغم اتفاقية جينيفا التي وقعت في عام 1980 وهذا بسبب أنهم يقولون بأنها على سبيل المثال تستخدم كساتر للقوات بهذا الدخان الأبيض الذي ترونه كساتر للقوات عندما تتحرك تضرب لكي تتحرك القوات كما تريد طبعا وأيضا تضرب في الليل لكي تنير الجبهة بأكملها تنير الأهداف وتستطيع رؤية كل شيء مما يجري هنا وأيضا أن هذه القنابل القنابل الفسفور الحارقة هي ليست من ضمن اتفاقية قد وقعت لحضر الأسلحة الكيميائية في عام 1993 وهي لا تعتبر من الأسلحة الكيميائية لأن غرض استخدامها كما قلنا لإضاءة الجبهة في الليل وكذلك كغيطاء وكساتر للقوات للتحرك للهجوم أو للدفاع أو للخلاص من العدو وضربات العدوي طبعا وعلى هذا الأساس هذه القنبلة ممكن أن تجد طريقها دائما في الاستخدام ونحن فعلا أصبحنا أمام مشكلة استخدامات خطيرة لهذه الأسلحة التي نتحدث عنها على مستوى هذه الأسلحة وهي طبعا قنابل الفسفور الأبيض أو قنابل الفسفور الحارقة بالإضافة إلى ذلك يجب أن نتذكر أن القوات الأوكرانية تسلمت دباباتي التشالنجر 2 التي تحمل قنابل أو القاذفات أو القذائف التي هي طبعا قذائف اليورانيوم المنظف بالإضافة إلى ذلك أن بوتين كان قد هدد إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد نابعي شكل من الأشكال فأني سأستخدم أسلحة أيضا تحتوي على المواد النووية وهو أيضا بوتين قام بتسليح بيلاروسيا بالأسلحة النووية التكتيكية وأيضا بولندا اليوم كان هناك أنباء مفاجئ للغاية من قبل رئيس الوزراء البولندي الذي قال بأننا تسلمنا الآن 250 دبابة من دبابات أبرامز كبديل وتأتي كبديل للدبابات السوفيتية التي قاموا بإرسالها إلى الأوكرانيين لكي يستخدمونها بل إنه قال بأن بولندا الآن تسعى لعملية صناعة أو بناء مستودع للخدمة والصيانة لدبابات أبرامز تحديدا الأمريكية في بولندا هنا وكذلك لقطة لتصنيع أيضا القذائف وقذائف اليورانيوم المنظب في بولندا لسنا بحاجة لطلب هذه القذائف مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا وبالتالي يجب أن نمتركها لأننا قد نكون في مواجهة قادمة مع بيلاروسيا قد تسيطر مثلا روسيا في زمن من الأزمان أو في سنة من السنين القادمة على أوكرانيا يجب أن نكون مستعدين نمتلك أبرامز نمتلك اليورانيوم المنظب والأسلحة الكافية للدفاع عن أنفسنا لأن بعد حرب أوكرانيا ستكون الحرب بين روسيا وبين النيتو جبهتها هي بولندا كما يرى البولندين وبالتالي أنت أمام العديد من علامات استخدام الأسلحة الخطيرة للغاية ونحن على حافة استخدام الأسلحة النووية وخاصة يوم أمس أيضا وزارة الدفاع عن روسية فاجأت الجميع وقامت بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات متقدم للغاية هذا الصاروخ أطلقوه بهذا الشكل وقالوا بأن العملية قد نجحت تماما والمشكلة أن هذا أول إطلاق لأول صاروخ عابر للقارات روسي بعد إيقاف وتعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة روسيا في الاتفاقية بينه وبين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية كذلك أن يوم أمس الواشنطن بوست كانت قد نشرت أحدى الوثائق المسربة من وزارة الدفاع الأمريكية التي توضح بأن تقييمات الأمريكيين لما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية يوضحون بأن لن تكون هناك أي معاهدة سلام أو مفاوضات سلام خلال عام 2023 وبأننا ذاهبون في هذه الحرب لعام آخر أي إلى عام 2024 وممكن في ذلك الوقت أن تكون هناك مفاوضات أو مباحثات سلام وتأكيدا لهذا كلام فأن مدير وكالة المخابرات الأمريكية وهو وليام بيرنز أيضا تحدث في الثمانية وأربعين ساعة الماضي إلى السيئة الأمريكية بأن بوتين ليس جادا في عملية المفاوضات ومباحثات السلام وبالتالي الأمور تتصعد الأمور خطيرة الأمور ليست بالسهلة أبدا والمثير بهذا الأمر بأن روسيا لا تضغط فقط على النيتو وعلى أوكرانيا في الحرب في الداخل الأوكراني بل أنهم أيضا يضغطون على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هنا في سوريا تحديدا هم يستخدمون الآن سوريا لعملية مساعدة الإيرانيين وأعطائهم تخويل أكبر في عملية التجيش والتسليح بشكل أكبر من أجل أن يضغطون على إسرائيل حليفة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأمر هو طبعا يأتي بعدما قامت روسيا بانسحابات الرأينا الكثير من التقارير منها سحبوا العديد من قواتهم في سوريا وبعدما سحبوا قواتهم في سوريا أساسا كانوا قد فتحوا المجال للفصائل المسلحة المقربة من إيران وإيران أن تجيش نفسها وأن تحل محل القوات الروسية التي كانت الفاصل بين الإسرائيلين وبين الفصائل المسلحة المقربة من إيران والنظام السوري من جهة أخرى وطبعا وكالة رويترز هي التي كشفت تفاصيل خطيرة للغاية كيف أن الإيرانيين كانت لديهم وفعلا استغلوا فرصة كبيرة جاءت لهم بشكل كبير على وهي الزلازل في سوريا وفي تركيا في السادس من أبريل تحديدا بعد ذلك الزلزال الكبير للغاية الذي تراه العديد من الزلازل وكالة رويترز وضحت كان هناك استغلالا كبيرا من قبل إيران تحديدا التي أرسلت العديد من الطائرات وطائرات الشحن الخاصة بها نتحدث عن مئات الطائرات كما تحدثت وكالة رويترز إلى محافظة حلب إلى اللاذقية وكذلك إلى دمشق وفيها العديد من الأسلحة والهدف الأساسي من عمليات الشحن هي عملية تقوية المنظومات الدفاعية الخاصة بهم بإرسال قطعي غيارا تطور المنظومات الدفاعية الإيرانية التي أرسلتها إيران للنظام السوري التي أرسلتها منذ الحرب الأهلية التي جرت في سوريا يريدون تطويرها بشكل أكبر وكذلك إرسال منظومات رادارية متقدمة وكذلك منظومات اتصال أكثر حداثة في هذه المنطقة وبالتالي يتمكنون هنا من تعزيز تواجدهم بشكل كبير ليس فقط على مستوى الأفراد وإنما كذلك على مستوى الأسلحة يحمون أسلحتهم ويحمون ذخائرهم وبالتالي يجعلون إسرائيل تحت الضغط دائما وأيضا يفتحون الباب بشكل جيد ومهم بالنسبة لطبعا حزب الله اللبناني بأن يتحصل على دعم أكبر من هذا السلاح بالتالي حزب الله اللبناني يصبح أكثر قدرة صاروخيا وإمكانيات عسكرية وكذلك بالنسبة للفصائل المسلحة أيضا في الجبهة السورية تقوى الجبهة السورية من جهة إيران ومن ناحية إيران كما تمكنها روسيا وبالتالي تصبح ضغطة على إسرائيل ولذلك وجدنا إسرائيل تضرب وتضرب يوما بعد يوم بشكل مكثف سوريا بسبب المعلومات التي تحصلت عليها الاستخبارية طبعا كما تحدثت وكالة رويترز من تسع مصادر هي التي نقلت كل هذه التفاصيل إذن نحن فعلا أمام ضغط في أوكرانيا في أوروبا وضغط في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر